اشتركوا في القناة جماعة السلفية في مصر باسم جماعة الشرعية وأيضا تكون الجماعة أخرى باسم جماعة أنصار السنة وتكون الجماعة الإخوان المسلمين أما جماعة التبليغ في الهند أساسها محمد إلياس رحمه الله تعالى وهي جماعة كانت مناسبة جدا زمانا ومكانا في تأسيسها في الهند فإن كان في بحر من الهندوس والسيخ والاحتلال الإنجليزي فما كانت تستطيع أكثر من هذا النبي عملته في الهند وانتشرت الجماعة وصارنا فروع وانتشرت أيضا في العالم العربي وخاصة في الجزيرة العربية كان وجود جيد جماعة التبليغ جماعة التبليغ لها جهود جليلة اليوم في دعوة المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى ولهم طريقة فريدة لا يستطيعها غيرهم يعني ما التواضع واللطف واللطف الزائد والتواضع الكبير جدا وتجد الدكتور والأستاذ الكبير يقدم الحذار لطالب صغير أو مهتدي جديد وهذا تؤثر في النفوس هذا التواضع واللطف والرقة تأثر النفوس تأثرها أسرا وأيضا له جهود كبيرة جدا في إدخال غير المسلمين في الإسلام في أوروبا وأمريكا وشانتب تقصير محمد راشد رضا وشانتب تقصير محمد راشد رضا وشانتب تقصير محمد راشد رضا بعض الناس يعتقد السنة والتقصير والأسية والأستخدم المسلمين وشان جنها أحب على الإسلام أميو كم考بت بالتعب يا معينreso يا معيني في الم المترجم للقناة 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 ويحتاج إلى توسيع دائرة الاهتمام السلفية صحي التعبير لتشمل جوانب أخرى مهمة من حيات الناس كيانك مسألة بسودان أن يتحدث عن سلفي قيمة الاركتبون أنساء السنة سنة جارة برئة ومتعى سنة جميلة تتحدث عن طريقه الأخريم منذ بعض الأخبار أكثر من الأخبار كيفية تتحدث عن أنها الله تعالى تحضير 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 أعراضي الأخبار الآن لتعطيق لتشمل المنطقة المنطقة الأخبار 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 إن أخبار لنفسك عندما يكون فهمة المبحثة في المصاريات القولة يعاني بخاصة في أهل الصلوبة نعيش في مصاري لقعب نعيش في مصاري وكانه في المصاري يكن يرتدي إطاري من التفتondern لكن هذا الوقت للأشخاص في الأشخاص في النصات بخاصة الأشخاص في الدخول بجمران لأنه ليس لمن الأشخاص يريد وأنهي يريد وشيق، كلتنا شيئ إلى بسرقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة